مرة الحاجة التانية وهو موضوع محمد الشناوي وبرضه مبارح وأول تقريباً ناس كتير تلعت الكلمة قايتلك أصل الشناوي غضبان وعايز يعدل عقده في النادي الأهلي وفي مشكلة كبيرة ما بين الشناوي المسؤولين في النادي الأهلي وهو مش مكتفئ بالعقد اللي هو بياخده وبتكلم مع الناس في النادي وطبعاً ده ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة بإنه برضو ما فيش أحداث في الفترة إحنا في فترة التوقف في فترة التوقف وهي فترة تبقى مملة طبعاً لكل الجماهير وبعض بقى بيحاول إنه هو يجتهد ويجيب شغلي كويس والبعض الآخر يقولك أنا أملى شغلي بقي حاجة وخلاص يا عم ورايح دماغ وللأسف الناس بتصدق وللأسف الناس بتصدق فلا في أي مشكلة مع الشناوي البعض من الناس بيصدقوا مش كله يعني يعني فيه ناس عارفة كويس قوي ناس اللي بتتكلم ديه أهدفها فإنشان إذا لو عنده مشكلة ولا عنده أزمة ولا طلب أي حاجة وده قائد للنادي الأهلي وله هو عنده أي رغبة حيختار التوقيت المناسب إنه يبلغ بيها المسؤولين في النادي الأهلي لكن دلوقتي ما فيش أي حاجة حصلت واحد من أعلى العقود في النادي واحد ملتزم جداً وقائد حقيقي للنادي الأهلي وعنصر مؤسر جداً في منتخم مصر وشوفنا قد إيه فرحته الكبيرة ومساهماته الكبيرة وعودته المستوى من خلال بداية الموسم ده ومساهمته الفوز وبطولة السوبر وشناوي مش محتاجين نحن نتكلم عنه لا على أخلاقه ولا على أسلوبه المعروف بالنسبة للجميع ولا حتى على مستوى قيادته في الملعب ولا حتى على مستوى الفني أحسن لعب في أفريق محمد الشيناوي فبرضه كل الكلام اللي زي ده هتسمعوا منه كتير خلال الفترة اللي جاية بس ما تصدقهوش ما تصدقهوش لأن الكلام مش حقيقي والغرض منه أن أنت إيه تملم ساح فدي جزئية من ضمن الجزئية